التخطيط الاستراتيجي مقابل التخطيط طويل الأمد Long Range Planning Strategic Planning مقابل Long Range Planning يعني من زمان قبل ما يحكوا كتير عن البيئة الخارجية وتأثيرها وتأثرها وسرعة وديناميكيات البيئة الخارجية كانوا يروح يشتغلوا بشي بيقولوا له هني Long Range Planning في Short Range Planning أنت عم تخطط لتلت شهر أهدافك على تلت شهر ويحطوا خطة افترضنا على ثلاث سنوات أما خمس سنوات بدون الأخذ بعين الاعتبار البيئة الخارجية التخطيط الاستراتيجي بيقولك لا البيئة الخارجية بيتأثر على تحقيق أهدافك الاستراتيجية لأنه افترضنا أنت حاطة هدف استراتيجي أنك تعمل منتج معين بالاعتماد على تكنولوجيا معينة وبعد سنة أو سنتين هذه التكنولوجيا التي كنت سوف تعتمد عليها اختفت من السوق شو بروح بيصير بالهدف تعقولك؟ بروح بينتهي واليوم البيئة الخارجية صرنا نسميها نحن الفوكا الفوكا يعني صارت فولاتل متحركة ديناميكية سريعة التحرك تؤثر وتتأثر ما عد فينا نحن نشتغل بس تخطيط طويل الأمد صرنا بدنا نشتغل تخطيط استراتيجي ينظر بعين الاعتبار الى البيئة الخارجية وديناميكياتها وسرعة تحركها وماذا يحصل بها وكيف تؤثر على منظمتنا وكيف تتأثر منظمتنا بهذه البيئة الخارجية فهذا التخطيط الاستراتيجي مقدار تركيزه على البيئة الخارجية مقابل التخطيط طويل الأمد الذي كان لا يأخذ البيئة الخارجية بعين الاعتبار